أعلنت الأكاديميات الوطنية للتدريب تلقيها عدداً كبيراً من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات وذلك في إطار الحوار الوطني وأكدت الأكاديميات استمرارها في اتباع نهج الحياة والتجارد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار وذلك تنفيذاً لتوجهات رئيس سيسي مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة